أرجع على مسألة قمة جدد وشو أفرزت هذه القمة في مجموعة من الرسائل أبرز هذه الرسائل اللي قالت المملكة من بعد هذه القمة أنه ما في ناتو عم ينشأ جديد بالمنطقة إيران جارة ما في تعاون بعد أمن مع إسرائيل مبرم جوة بالدفاع الجوة حتى الطاقة بعضهم عم بشوفوا قد يزيدوا نسبة الإنتاج ببراميل النفط هناك مجموعة ولا سلام مع إسرائيل إلا بحل الدولتين المبادرة العربية هذا الموقف السعودي تحديدا هذا كانت رسالة للأمر كان هذا هو على طول كان الموقف السعودي خلينا نبدأ بآخر نقطة خلينا نبدأ بآخر نقطة الموضوع الفلسطيني موضوع التطبيع الكامل مع إسرائيل هذا أمر موجوده على الأجندة السعودية لكنه مشروط مشروط بحل الدولتين والمبادرة العربية السعودي لأن إسرائيل والأمريكان بلاشوا يحكوا عن تطبيع قائم لا لا هو في تطبيع بشكل أو بآخر في أشكال من التطبيع في تطبيع بشكل أو بآخر تجاري رجال أعمال إسرائيليين معهم جنسيات أخرى موجودين عم يشتغلوا بكل الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية وهذا أمر معد مشكلة موضوع مسألة الانفتاح والاعتدال الديني اللي هو على رأس الأجندة السعودية حاليا موضوع مفتوح عبر الحوار بين الديانات وهذا شغلي كتير مهمة عم يشتغلوا عليها عندك مسألة أخرى تحليق اللي تفضلت وقلت مزال الجوي مفتوح هذا كله بوادر بوادر انفتاحية بوادر أنه عم نعطي لإسرائيل لكن الموقف السعودي ما بحياته تغير وقاله الولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمش هالمرة قال من عدة أشهر بالمقابلة الشهيرة اللي عملها مع أكسيوس أكسيوس ولا بوليتيكو نسيت إذا حدا بيذكرني المقابلة الشهيرة اللي قال أنه نعم نحن نتطلع إلى إسرائيل شريكا مستقبليا لكن في مسائل مسائل بدأت تنحل هذه المسائل اللي بدأت تنحل هي جزء منها حل الدولتين حقوق الفلسطينيين يعني انهاء هذا الصراع اللي هو ما بتقدر المملكة العربية السعودية وما بتقبل المملكة العربية السعودية صاحبة المبادرة العربية اللي انطرحت بقمة بيروت إذا تتذكري من عشرين سنة من الملك عبد الله بن عبد العزيز ما بتقبل أنها تتنازل عنه طبعا قد لا يكون هناك عودة إلى هذه المبادرة بالكامل وبكامل بنودة لكن هذه المبادرة هي الإطار إطار الحل والإسرائيليين إذا بدهم انفتاح حقيقي وجدي وتطبيع حقيقي بالمسألة الفلسطينية بالمسألة هاي بدهم الموضوع الفلسطيني بدهم ينحل بالحد الأدنى المقبول الفلسطينيين اللي هو أراضي السبع وستين القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وتعايش بين دولتين متجاورتين هذا الحد الأدنى يعني بعد ما أخذوا كل فلسطين لكن النقطة الثالثة المهمة لكن هذا ما منع أنه هناك تطبيع مع أسرائيل من بقية مكونات مجلس تعاون الخليجي وصولا إلى المغرب اليوم أفف كخافي رئيس الأركان الإسرائيلي بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية لتعاون لتعاون عسكري وخبرات عسكرية إسرائيلية مع المغرب إذن من إسرائيل بلشت تفوت على البناء الإقليمي وهذا أمر حقيقي ومضبوط موجود النقطة النقطة الثالثة اللي أشرت إلها مستعجلي بس النقطة تاكي لا، لن يفضل الفاصل علينا بس معلش قبل الفاصل اللي أعلاني الناتو ونفي السعوديين عبر وزير الخارجية فيصل بن فرحان بكلامه أمام الصحافة الصحافة وحتى الموقف الإماراتي اللي هو موقف شوي متقدم أكتر اللي لا نحن نريد علاقات جيدة مع جارتنا إيران وما في شيء اسمه نايتو نايتو شرق أوسطي بمواجهة إيران وحتى أنه الإماراتيين سوف يرسلوا مبعوثا إلى طهران طبعا لا أحد يريد الاستضامة بطهران لكن الجميع يريد من طهران أن تكف يدها عن التدخل في العالم العربي وفي شؤون الداخلية للدول العربية كل جميعها بدون استثناء العالم العربي شيء إيران شيء إيران هي إيران العالم العربي هو إطار إطار متراص أكتر من الإطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة